أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاكسون أن الولايات المتحدة تحترم رأي الحكومة والشعب العراقي في تحقيق السيادة العراقية وأوضحت أورتاكسون في تصريح للعراقية الإخبارية أن الحوار يهدف إلى تمتين العلاقات بين البلدين وفي جميع المجالات أعتقد أن الحوار الاستراتيجي مهم لتعريف الشعبين العراقي والأمريكي على أننا نمر في مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين ونحن في وزارة الخارجية نركز كثيرا على أمن وازدهار واستقرار العراق في مرحلة ما بعد الحرب فنحن لم نتحدث عن تواجد القوات فقط وهو طبعا مهم لهزيمة داعش نهائيا وإنما نتحدث عن الاقتصاد والعلاقة المالية والسياسية والدبلوماسية والثقافية وهذا الحوار يهدف إلى التأسيس لعلاقات طبيعية كعلاقاتنا مع العديد من دول العالم فيهمنا استقرار وأمن وازدهار العراق وهذا ما يشدد عليها الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجي مايت تومبيو احترام رغبة الشعب العراقي وسيادته وموافقة الحكومة العراقية على الحوار الاستراتيجي كان أمرا مشجعا جدا بالنسبة لنا واعتقد أننا نطوي صفحة ونتطلع قدما لعلاقات جديدة مفيدة